استفادة من الكل واحنا بقى في المجمل ده انا منتخب مصر اللي هيستفيد هو ده اللي يفرق اللي انا كريم يفرق معايا ده اللي هيفرق كتير اوش وبالمناسبة واللي قاله الكابتن ديا السيد ده في منتهى الاهمية مستوى الاهلي فيه تراجع اي نعمل اي ضايع فرص كتير النهاردة بالمناسبة يعني بقى عشان ايه ندي كل واحد حقه بس الاهلي كمنظومة فيها خلل في كذا منطقة فيه خلل واضح في الدفاع واضح فيه خلل واضح في نص الملعب واعتقد ده ساببه الارهاق فيه خلل كبير في انهاء الهجمات المنظومة دي اللي مستلمها سامي قمصان من بيت سومسيماني الحق كريم بينطقت بيت سومسيماني فيه كده موضة اللي هو ايه الحق ده بيقولك قرس بيت سومسيماني الحق ده كان عايزين بيت سومسيماني يمشي يا سيد والله يقولنا الف مرة مفيش اتنين ينفع يختلفوا على نجاحات بيت سومسيماني مفيش اتنين ينفع يختلفوا ان راجل نجاح نجاح باهر بس هو كان واضح عارف انت هقولها لك بمثل حلو احنا في مصر هنا بنحب التكاوي الديني دلوقتي الديني الاكل الدلوقتي بنحبش الاكل البيتي الديني التكاوي الاكل البيتي اللي هو متحضر ويعيش معاك شوية تحطه في التل انا ااسف يعني انه بنزل بالمثل شوية يقعد معاك شوية تن تلاتة تاكله وتشبع وتبقى مبسوط لكن تكاوي ده اللي هو ايه السد جوه بسرعة كده هو ده اللي كان بيحصل في الاهلي الفتر اللي فات في رأيه اه انت بتشبع في الاخر بتاخد البطولة بس مش هيعايشك قدام صحيا مش هتبقى كويس فنيا مش هتبقى كويس ده اللي كان بيحصل في الزمالك عشان كده فريرة مدرد كبير ورائع وكبير جدا ليه بيطلع شباب عنده اسلوب بيغير في طرق اللعب الزمالك لسه بيتعثر بس الزمالك عنده ظروف استثنائية في غيابات مش طبيعية يخلي سيف الجزيري مايلعبش مطشق قمة ويعقبه وسيف الجزيري يعتزله عشان ينزل النهاردة يسجل هدفين على فكرة ما قدش بيحصل في الزمالك دنيا سهلة وحلوة ولطيفة فيه مدرب كبير دلوقتي هتيجي تقول لي اصلا انا لعيب كبير وانا لعيب مهم واجي متأخر واللي اعترض واللي ازعل لما بلعبش هتقعد طيب هتيجي تعتزل وتعرف ان انت غلط هتنزل تلعب وهتسجل هدفين زي النهاردة سيبي الجزيري مدرب مدرب يخليك تبص على المستقبل وتحس انه هيبقى مستقبل جيد الله اعلم بالمستقبل كلنا الله اعلم بالمستقبل بس بيبني فرقة مجموعة شباب كبيرة تعامل مع الغيابات مع نفس الغيابات دي كانت مع كارترون وعمال يبكي وكل اللي معاه بيبكو انه الزمالك عشان وقف القيد فيه ازمة وكرسة الزمالك هايدية هو قالك لا يعني ايه الزمالك هايدية وما انا بعمل ايه هنا انا شغلانتي كمدرب ان انا لقي حلول الف بيه مدرب الف بيه مدرب اللي هو يعمل ايه انت توجد الحلول مش تيجي تقول يزلوا يالا لعبوا سجلوا وكساوا بطولات انت كذا مش مدرب المدرب اللي بيواجه سعوبات سعوبات فنية في طرق اللعب سعوبات فردية في ان اللعبين ما عندهمش بعض المهارات سعوبات في غيابات فيعوضها بلعبين ده المدرب ده شغل المدرب اللي علامات استفهام بتطلع ويديها اجابات علامات استفهام بتطلع ويديها اجابات لو انت بتاعف تعمل ده تبقى مدرب كبير لو انت بتاعفش تعمل ده هتقول لي أصلاحنا عندنا غيابات كبيرة آه وانت عوضت الغيابات دي ازاي أصلا أنا عندي اللعيبة الكواليت بتاعها مش جيد آه طب انت حسنته ازاي أنا اللعيبة عندي تفتكر معاي اللعيبة عندي بتضيق أهداف كتير أعمل ايه يعني آه طب وانت طورتهم ازاي انه هم ما يضيعوش أهداف دربتهم فرديا ازاي ومهارات فرديا ازاي عشان ما ضيعوش أهداف هذا شغل المدرب وده حديدا في الأندية ما انت في النادية ما بتاخدش اللعيبة جاهز انت بتوقع تشتغل عليه كتير قوي في المنتخب آه لا بيبقى محتاج ياخد اللعيبة جاهزة محتاج ياخد اللعيبة جاهزة لكن تيكا ويه ده ما ينفعش انك تحضر براحتك وتعمل أكلك براحتك وتعمل الوجبة بتاعتك براحتك فتلاقي فرقة محترمة في الآخر لكن كسبنا بطولة ويلا نجري آه هفرح بيها شوية وفرحان بشوية حاجات كده بس بعد كده مش هتلاقي فرقة بالمناسبة ده بيحصل في الآهل دلوقتي بس الآهل هيرجع لأنه لعنده شباب رؤعين أيضا وعنده قوام أساسي كان أهلك الفترة المواضية زي عمر السلية وحمد فتحي وعلي معلول لما اللعبة دي ترجع تاني بنفسها الآهل هيرجع طبعا الآهل ما عندهش كارسة ولا مشكلة اهتزاز ارتباك بس الآهل هيرجع تاني ممتاز الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر